السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديال 28 في شهر ستاة أولاً كنمغي نعتذري إخوان على المستوى الصوت لأنه كنظن ممزيان حاولت أن ينحسنه ولكن إجمالي إخوان راني عير معدي لأنه البارح كيف ما نشرط ليكم البيس تخسر لي كتكن سجل حتى طفاء من بعد اكتشفت أنه رات تحرق ولذلك عير معدي دابة بواحد بيس اللي سجلت عير بزيز صراحة المهم اتمنى أنه الصوت يكون مزيان وفي هذه الحلقة سنتكلموا على القانون ديال التأشير الجديد اللي سيدخل حيث تنفيد في المغرق ابتداء من الأيام القادمة واللي سيتطبق على 49 بلد بزاف ديالة الناس كانت كتسوني في الإنستغرام سنجاوبكم فهذا الفقرة شرح بسيط وكل شيء يفهم سنتكلموا كذلك على إيطالي اللي هو يعجوز عنده 82 سنة ينقض أطفال مغاربة من الغرق ثم كيتو في فمسكين تعزين الحر العائلة دياله والله يجعله في ميزان حسناتو وغمشو نتكلموا كذلك على مغربية اللي دارت حديثة السير ومحتاجة الدعاء ديالكم حرية راهة في العناية المركزة غنتكلموا على البولوس ديال 200 أورو اليوم الإخبار دياللي إمبس انطلاق دفع الطلبات ديال البولوس بالنسبة للبضانتي وكولف وكذلك قطاعات أخرى عاددة اللي غندكوا راه في الفقرة الحرارة الغير طبيعية لكن الحرارة في أوروبا والحالة في بعض الدول الأوروبية والقرارات اللي اتخذت هنشوفوا فرنسا إسبانيا بريطانيا إيطاليا ودول أخرى هنتكلموا كذلك على الجديد في الحرب الأوكرانية اليومت ناقرو دراقي وكذلك الكريملين المقر ديال الحكومة الروسية وكذلك هنتكلموا على التشدرو كوميرتشال اللي تم القصف ديالو أشنو كيقولوا الأوكرانيين وأشنو كيقولوا الروسيين شحل منوحد توفى وغنمشوا نشوفوا التفاصيل ديال الهجوم على مدينة مليليا وغنشوفوا اليساري اللي هاجمين على المغرب وهاجمين على إسبانيا وما كيبينوش صور يا إخوان ديال المهاجرين اللي كانوا غير سلميين غنتكلمونا هاتشي كامل ولا عدة أشياء أخرى وكيف مالعادة كل مغير شكركم جزيلا شكر على الدعم ديالكم للقناة واللي ما مشاركش الشارك باش يمكن يتوصل بالجديد إن شاء الله موسيقى هاد الفقر يا إخوان غادي نطرقوا لأخبار ديال الجالية المغربية وغنبدو بخبر اللي كيجينا من مدينة رافينا عمل بطولي قام به مواطن إيطالي اللي عنده 82 سنة من بعد ما أنه يوم الاثنين في العشية منورة السادية العشية بالتحديد ربعات الأطفال مغاربة وكيف ما كتشوفوا في الصورة هادو راه تقريبا جوني أنا جوجة الأسر يا إخوان لأنه الأطفال ديالهم عندهم ما بين 8 سنين حتى العشر سنين وهم ما يا ربعة ثلاثة البنيات أولييد كلهم صغار يعني كلهم عندهم ما بين 8 سنين وعشر سنين غايد دخلوا يعموا في البحر وحيد كان يوم الاثنين لبرد قوي بزاف يعني كان يا إخوان واحد الريح قوي غادي يكونوا المماش كتير والبحار غادي يجرهم للداخل الناس اللي حاضرت المياه غادي تبلها بلا أنه الأمر غادي خاطر شوية ولذلك بعض الناس اللي كانت في البحار ديال رافينا غادي تدخلوا باش ينقضوا هاد الأطفال واحد منهم اللي عنده 82 سنة من بعد ما أنه قد طفلة من هاد الأطفال غادي يوصلي إخوان الريمال وغادي جيهي إخوان واحد لوعكة صحية وغادي توفى الجسد دياله إخوان راه هو هذا كيف ما كتشوفوا معايا كانت كذلك البحرية الإيطالية وجاء رجال إسعاف حاولوا أنهم ينقضوه ولكن قدر الله ما شاء أفعل الله يجعلاني في ميزان حسناته والله يغفر لي إن شاء الله هاتش واحد يقولي إخوان يعني عمل بطولي شابيه بالعمل اللي كان دار الرحال والله الواحد اللي غا يجازه به مع العلم أنه في القضية ديال الرحال يعني الناس اللي عاد تقوليهم الأطفال ديالهم راهم غبروا في حين أنه هاد العائلتين مغربيتين أو أكثر راهم قوا حاضرا حتى الآخر لحظة لكن كذلك ربما الناس تسائل علش ما كانش الميت ناجور يعني هادك سباح المنقد الواقعة هو أنه أصلا هاد الأطفال ما كانش خاص يدخلوا لأنه الميت ناجور كيكون حساس الساديات العشية ومنك يمشي كدير رايا حمراء إلا شف 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 حر كينا رايا حمراء لواحد ما خصوش يدخل نهائيا أولا ربما تقدر تكون ديك المياه خاطئة يا رف العومان وتقدر تكون ديك الرايا الحمراء احتم على عشرة ديال الصباح ولا الوحدة ديال الصباح وثانيا إلا كانت يعني أنه ما كانش ميت ناجور ولذلك إلا قدر الله وقعت شي حاجره ما كانش لغين قدوك الناس وهذا الشي اللي يقع في هاد الحالة من غيري إخوان هاد المواطن الإيطالي اللي عدو 82 سنة واللي هوايا الأصل دياله من مدينة نوغارا وكان مسؤول في البلدية ديال نوغارا من غير هاد السيد كان وحد السيد آخر من مدينة بيرغامو حتى هوايا يدخل يعتقهم ومن يخرج حتى هوايا رهجة وعكة صحية والحمد لله الإسعاف قدر أنه يعونه ولذلك السيد متوفاشوا الحالة دياله روهم زيانة في حين أنه السيد اللي عدو 82 سنة السبب ديال الوفاة دياله هو ديال الجهد الكثير ليدار على حساب ما شرحوا يعني الأطيباء وكذلك الشرطة الإيطالية فخبر تاني يا إخوان هو ديال العنصرية عنصرية اللي كان في الجهة ديال فريولي فانتسا جوليا جوج ديال الشباب مغاربة وبتحديد كنت كلموا على تلاميذ اللي يقرأ في المدرسة السوفريوري خاصهم يدروه ستاج باش يدروه ديال تيرنانسا سكولا لافورو يعني كيخدموه كذلك يقرأ ولكن القسم ديالهم كامل قدر أنه يدير ستاج إلا هم ما يجوج لأنه هم مغاربة حاولوا أنهم يتصلوا بالعادية ديال الشركات ولكن كانوا كلهم كيرفضوا وبالتحديد واحد الشركة قلت إحنا ما بغن نتشي واحد إفريقي عنا في الشركة ديالنا ولو عروا واحد فترة مؤقتة عروا من أجل الستاج ولذلك المدرسة والأستاذة ديالهم غاديتتصل بواحد الجمعية اللي كان في مدينة بوردينوني وهذا الشارك فيما قلت لكم وقاع في الفريول راح ترها الصادم والحمد لله قدرت أن هاد القاليم وحد الشركة في ندوزوا فيها الستاج كيف هم كيف الرفقاء ديالهم ناهيك على أن هاد القضية أراه وصلات كذلك المجلس الجهوي ديال المنطقة الفريوليفانتا جوليا وواحد المستشار اللي هو يا ياساري قال لي أعمال من هاد القابل في المنطقة ديالنا منطقة اللي هي حضارية غير مقبولة وراه شيء اللي فاضع للغاية ولذلك نتمنى وخير يا إخوان ونتمنى وأعمال من هاد القابل ما تبعوش تكرر نهائيا في حين أنه من مدينة ماتشيراطا غادي نتكلموا على مواطنة مغربية اللي عنده 30 سنة واللي محتاجة الدعاء ديالكم يا إخوان لأنه اليوم مع الجوج يعني البوميريجو كانت غدا تقطع واحد الطريق منتاجها إلى المنطقة الصناعية وغايكون جاي واحد السيد اللي عنده تقريبا كتر من 40 سنة سايق السيارة دياله وما غاديش يتوقف في المامر ديال الراجلي اللي كانت دايزة منه هي وغايضربها مسكينة وحاليا نراها في العناية المركزة تحتاج دعاء ديالكم والله يشافيها والله يرجع العائلة ديالها صحيحة فصيحة إن شاء الله هاد الفقر يا إخوان غنطرقوا الموضوع ديال التأشيرة المغربية والقوانين الجديدة يعني غنتكلموا على الفيزا وما تقدروش تخيلوا فهد اليومي اللي ذازت ولي ما سجلتش فيها شحال ديال رسائل توصلت بيها ديال الناس اللي كتصيفت لي واحد الفيديو اللي هو يا منتاشر في التيك توك ديال ناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية اللي كيتكلم على أنه الناس اللي هما يقاطنين بالاتحاد الأوروبي بكاندا وعدة مسائل رغد يخضوا عن الفيزا والناس ما عارفوا ريوسهم باش تبلاو لذلك بزاف ديت الناس كانت بخلوعة وعند الرحلة قريبة كتقول لك سفيان واش خستين طلبش فيزا على حساب هذا الفيديو راه بزاف ديت الناس كي خلعوا فينا لكن يا إخوان هو أنه المواطني المغاربة هذيك راه بلادك ما عمرش بلاد في الدنيا ما دارت الفيزا على المواطنين ديالها وحتى المغرب ما عمروا ما غايدير الفيزا على المواطنين المغاربة ويستحيل أنها الدار ولكن لا يحسن العوان المغاربة راه معانا ومع الحكومة المغربية اللي كانت تقدير قوانين غريبة ولذلك راه أي حاجة كيتسنوها من الحكومة المغربية قال لك الله يعلم ربما يقدروا يدروها ولكن يا إخوان راه ما كان لفيزا لوله الفيزا كذلك ما غايتطبقش على الناس اللي ساكلوا في الاتحاد الأوروبي كمغاربة وكإيطاليين في حد ذاتهم والأوروبيين هذ القانون لا يخصهم لذلك تسأول لكين أشنو كان كيعني المسؤول أو الناطق باسم الحكومة المغربية بهذاك الفيديو اللي يتخذ عليه من المؤتمر الصحفي اللي دار اللي كاني إخوان هو أنه هاتش كلها أمور تسهيلية تخيلوا معايا أنه المغرب راه ما كيديرش قوانين جديدة كيصعب القوانين ولكن كيسهلها علاش من أجل انتعاشة الاقتصاد وانتعاشة السياحة ولذلك كينن واحد سعودة ربعين دولة أنا بحاليا ما عارفهمش يعني تسعودة وربعين دولة للمواطنين ديالها باش يدخلوا للمغرب خصهم الفيزا الايطالي لا بغيبش للمغرب رأيك في عرلا كارت ولكن ما كيحشاش الفيزا الأوروبيين كاملين الأمريكانيين والكنديين وعدة الدول حتى ما مكيدخدعوش الفيزا ولكن كين واحد عدد ديالت الناس إلا بغتدخل المغرب خاصة لا بده الفيزا نحن ندره بالمثال البانية من بيناتهم يعني واحد عنده صادق البانيزي بغين يزل معه للمغرب أش كي يوقع حاليا حاليا إلا بغى هذك الصادق اللي هو البانيزي ما عندوش الجنسية الايطالية بغين يزل مع الصادق دياله المغربي يدوزوا واحد العشريين في مراكش خاصوا لا بدهم يبشي القنصرية اللي كيناء في المنطقة ديالهم يعني هنا في إيطاليا بمعثين ديال بولونيا الو ديال ميلانو الو ديال تورينو ويطلبوا واحد الفيزا وغاد يتخرج لي من الفيزا وهتشي فيه ما شقا وفيه تمارا لذلك بنادم كيقول بالماقص اللي دار المغرب هو أنه كيقولوا لهذا الناس اللي همي 49 دولة واللي كيخدعوا القانون ديال التأشيرة غاد ينسهلوا عليكم الموضوع الواحد درجة كبيرة بزاف غاد تقول ليوا تقدروا تدخلوا للمغرب وغاد تطلبوا التأشيرة الفيزا عين عن طريق الموقع ديال الانترنت كيف ما دارت السعودية وإن شاء الله هنتطرق لهذا الموضوع ديال السعودية حيث بزاف ديال الناس كتسوون يعني ولذلك غاي سهلوا الواحد درجة كبيرة بزاف وفهات السهل اللي داروا قسموا الفئات إلى ثلاثة وده بقى نجول الكلام ديال ناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية فاشقال الناس القاطنين بأوروبا والناس تخلعات اللي كان هو أنه الفئة الأولى هاد الناس اللي هما يا تسعود واربعين دولة واللي هما يكيخضعوا التأشيرة إلا كان ذاك المواطن نحن نديرو الدولة من هات تسعود واربعين هي ألبانيا إلا كان ذاك الألبانيزي ساكن في دولة من الدول الآتية يعني الاتحاد الأوروبي كامل وأمريكا وأستراليا وكاندا وبريطانيا وسويسرا ونيو زيلاندا هاد الدول إلا كان ساكن فيه موحد الألبانيزي غاديبشي يدفع تأشيرة عن طريق الموقع وغاية ياخدها إلا كان ألبانيزي في ألبانيا خاصوه لا بدهم يبشي القنصلية ديال المغرب اللي عندهم تمام في ألبانيا أما لكن يسكن في هاد الدول حيث يعني غاتكون الحالة دياله الاقتصادية يحسن وعدة مسائل خاصوه يدفعها يعني عرعا طريق الموقع يعني بحالك يكون الساكن دياله والإقامة دياله في هاد البلدان كضمانة الفئة الثانية هم الناس اللي عندهم واحد الفيزا ديال الدول الآتية عندك فيزا ديال التشهر تكون تشينغن يعني ديال التحاد الأوروبي ولا ديال أمريكا ولا ديال كندا لذلك ألبانيزي ساكن في ألبانيا ولكن تعطاته واحد الفيزا تشينغن عطتها لي إيطاليا إلا بغي يجي للمغرب يكفي أنه يدخل الموقع ويطلبها والفئة الثالثة هم الناس اللي مواطنين من طايلاند والإسرائيليين اللي ممكن أنهم يدخلوا للمغرب وهت تعطاهم فيزا ديال الشهر وممكن أنهم يطلبوا عير عن طريق الموقع وماشي بشي والسفارة أو القنصلية ولذلك كنت تكلموا على تسهيلات وهد القانون لا يخص نهائي المواطنين المغاربة ولا الناس الإيطاليين ولا الأوروبيين بل كيخصوا واحد الفئة ديال الناس اللي كتطبق عليهم الفيزا وحي تساكلوا في هاد الدول كيف ما قلنا كي سهلوا لي من الأوامر تكلفة ديال هاد الشي اخوان ما زال ما تنشراتش يعني ما معروفش حدو تساعش حال خاصة يخلص الناس واللي معروف هو أنه هاد الشي و هاد السيستام غين طالق ابتداء المعاشرة في شهر سبعة يعني من أمور العيد أو نهار ديال العيد وطب يتحالي اخوان هذا هو الشرح اللي كان وكنتمنى أنه هاد الفقرة تكون شرحت لكم الأمور وحاولت أنني نبسط الأقصى درجة مش كل شي فهم وما بقى نهائيا حتى شيشك موسيقى هاد الفقرة غرجوا نتكلموا على البونس ديال مئتين أورو لأنه كي الجديد خصوصا الفئات اللي خاصة تقدم الطلب وكيف ما قلنا سابقا كينا فئات اللي غد تاخدوا بطريقة أوتوماتيكية وهو الناس اللي عندهم الريت ديالتشتا دينانسا الناس اللي عندهم تقاعد الناس اللي خدامين مع الدولة والفئة الثانية هم الناس اللي غد يتسافذ منه بطريقة تقريبا الشبه أوتوماتيكية يعني الناس اللي خدامين مع شركة خاصة خاصة يمضيوا على واحد الوثيقة يقولوا بلا أنه ما يستفدوش من دخل المواطنة وهذه الوثيقة أصلا دارت عير باش الناس ما تستفدش من البونس ديال مئتين أورو جوشت المرات يعني اللي يخدام جوشت الخدمات خاصة يمضي على هذه الوثيقة عير مرة واحدة وياخد مئتين أورو مرة واحدة ماش يدير الامضاء فهات الشركة والشركة الأخرى حيث من البعد غايقوا الكنترول اللي حصل أرى بطبيعة حل غايقوا اللي يقول أجدل إن أخدك مئتين أورو ما غات قدك حتى محامي بطبيعة اللي كان هو أنه الإخبارية الجديدة كتتكلم على أنه ابتداء من اليوم أصبح ممكن من الناس اللي يخدمه كورف بادانتي الناس اللي عنده كونترا من نوع كوكوكو الناس اللي خدام ستاجونالي والناس اللي خدامه في قطاع الترفيه الناس اللي عندهم كذلك أوتونمو حرافي ولكن ما عنده بارتيتا إيفا والناس اللي هما يا إخوان كيدروا فانديتات دوميشيريو يعني كيدروا داك المبيعات اللي تكون في المنزل كيدقوا على الناس ودك شي هادو كلهم بالإمكان ديالهم أنهم يقدموا الطلب وكذلك فئات أخرى إلا الناس اللي هما يا عندهم بارتيتا إيفا هادو كراه ما زال مخرج القانون والكيفية كيفاش تسافد من هاد البونوس ديال مئتين أورو وخصكم ما زالت سنو إيه متبعين وسطوا الفلوس؟ الفلوس قلنا بواحد فئة قليلة فئة قليلة بزاف اللي عندهم واحد النوع ديال كونترات اللي هي بارتايم اللي ما كتكونش عند الناس كاملين واحد فئة قليلة لكن تكلموا على أقل من 1% غاي ياخدوا البونوس في الخلصة ديالشهر 6 اللي كتتعطى في شهر 7 أما الغالبية ديالكم راه الغالبية الصاحقة غتتأخذ البونوس في الخلصة ديالشهر 7 اللي كتتعطى في شهر 8 ولذلك لاغلب الناس ستستافد منه حتى شهر 8 وفي حين انه الناس اللي خاصت دير الطلب ارى ابتداء كما قلنا من اليوم ممكن انكم تقدموا الطلب الى حد اقصى ديال 30 في شهر 9 وهذا الناس راكو المدفع تبكري ستستافدوا بكري وطبع يطحل الاخوان هات الشيديكين جديد في البورس 200 اورو هذا الفقر يا اخوان سنراجعوا على الصداع اللي كان وقع في مدينة مليليا المحتلة يعني على الحدود ديالها والجدار الحديد اللي كان ما بينها وما بين ناظر المغربية واللي كاني اخوان هو انه هذيك الحادثة اللي توفى على الاتر ديالها على حسب بعض الجمعيات ديال حقوق الانسان حوالي 7 وتجين مهاجر في حين انه الارقام الرسمية تتكلم على 24 25 مواطن مهاجر اللي توفى وناهيك على العدد الكبير ديال الناس اللي كانت جرحى ما بين المهاجرين وكذلك ما بين رجال الشرطة وعلى الاقل كنت تتكلم على 40 شرطي جريح من السلطات المغربية طب يتحلي اخوان اللي كان هو انه اكترت القيل والقال خصوصا في اليسارين هن اللي كان هن في الغرب وهذا الموضوع تعطيت واحد القيمة كبيرة وكيتكلموا على التعنيف ديال المهاجرين وبالله انه ما خلص يكون هذا التعامل وعدة مسائل الا انه العديد من هاد الناس اللي كتكتب هاد المقالات اللي هم صحفيين وكتاب واللي هم ايناس مشهورين من بينهم في ايطاليا كذلك صفيانو اللي هو يكاتب معروف ما كينشروش نهائي الفيديوهات الحقيقية ديال الهجوم اللي كان ونشفنا بلا انه الهجوم راه كان يخوان مخطط له وكيف ما قال الرئيس الاسباني راه عمل مافيوزي يعني احتمن خيله يا اخوان الصور اللي كتشوفو يعني ابنانم كيدرب غادي هزن بالعصي شو مش حال من عصا هزن يعني هزل العصيان بزاف وكيدربوه هنا بالحجار وهذا كيدربوه هنا بالحجار في الشرطة المغربية ناهيك على هذا هذك الشي اللي شدهم عندهم يا اخوان ديال العصي شوفوش حال يعني يا اخوان الناس اللي هما يا غير سلميين ناهيك على انه كانت عندهم اسلحة اخرى وهذي على حسب ما فهمت انا يا كيستعملوها باش يطلعوا يا اخوان فاذاك الجيدار اللي هو متشكل منوحة تشبك ديال الحديد طب يتحال كذلك كان عندهم ماس وكان عندهم سلاسل وكذلك هنا الصورة كيف ما كتشوفو يتقدر كذلك تستعمل كسلاح واللي كان هو انه فاد الوافات ديالها تبعو ثلاثين مهاجر على حساب بعض الجمعيات ديال حقوق الانسان ما كانتش وفايات اللي تثبت فيها الشرطة بل الوافايات كلها كانت نتيجة ديال ازدحامات نتيجة ديال انه كل واحد فيهم بغي يقطع ذاك الجدار اللي عالي بزاف وطلعوا فوق بعدياتهم يا اخوان ولعل الصورة اللي هي منتشرت بزاف هاد الناس اللي هنا يا راه مام يتنش راه الفيديو ووريته السمال اللي فاتت وراهم ناس اللي هما يحيين وكانت الشرطة المغربية كتدرعين بقراعي ديال الماء كان البعض الفيديوهات اللي خلالي كتبين واحد الشرطة يقدروا في شي وحدين ولكن لكم ان تتخيلوا ناس اللي هما يالفين هاجم على واحد الحدود راه بطبيق الحال انا هاد اليساريين اللي تيقول لك لا خلصنا ندروا شي حلول راه الحلول كانت في الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي خلصوا يدير سياسات متغيرة ما يمقاش يحكم على هاد الناس ان هم يقطعوا في البحر ولا يدروا هاد الحالة ممكن ان هم يدروا قرعا كيفما قلنا سابقا كيفما قدر مريكان وعلى الاقل ستحتى واحد باسيس الامل الافارقة ربما واحد النسبة واحد جزء صغير يقدر سنويا يمشي الاوروبا ولذلك هتكون الامور احسن اما نبقينا على هكا ونجو من بعد نتهموا اسباني ونتهموا المغرب راه هاد شي ما كينفاش ناهيك على ان هاد القادية حاول يستغلوها كذلك بعض البلدان من بينها الشقيقة الجزائر اللي كالطالب الامم المتحدة بفتح تحقيق بشتعرف اش نوقة ناهيك على ان الصفارة المغربية اللي كان في مادريد قالت بلا انه السبب وراه هذك الهجوم هو يتراخي ديال الجزائر في مراقبة الحدود لانه هاد المهاجرين اللي هم هي الاغلبي ديالهم من السودان راه كانوا في الجزائر وعن طريق الحدود الجزائرية قدروا انهم يدخلوا للمغرب وراكم عارف يا اخوان بلا انه الجزائر ما عندهاش تشعر رقم زيانة مع المغرب يعني ان قدروا نتكلموا على عداوة ونفس الشيء كذلك مع اسبانيا وهنا راه نتكلم عن الحكومات لا نتكلم عن الشعوب لذلك العداء راه ما بين الحكومات ولذلك بواحد نسبة كبيرة يقدر يكون هاد الشيء صحيح لانه الورقة ديال المهاجرين راهش حال من بلدك يلعب بها من بينيها ربما الجزائريين المغرب كذلك من كانت عنده ازمة مع اسبانيا وكذلك ايردوغان دائما ما يلعب بالورقة ديال المهاجرين باش يضغط على الالتحاد الاوروبي لذلك نتمنوا خير ونتمنوا انه الصور الحقيقي انا راه انشأتها يا اخوان في الانستغرام والحمد لله الفيديو انتاشر باش على الاقل ناس شوف لانه هاد كل كانوا غاديين باش يدوز الحدود راه مكنوش غاديين سلميين ولو كانوا سلميين خاصت دار لهم حلول ميمكش انهم يدوز الحدود حيش الى دازه هما يالفين الغدلي غا تلقى بعين الف وماش يعير مهاجرين من جنوب الصحراء بل غا تلقاهم كذلك مغاربة فهذا الفقرة غنتكلموا الموجة ديال الحر اللي كتضرب اوروبا ولي بطبيعة حل هي واحد الموجة ديال الحر غير عادية لانه الحرارة اللي كان في الدول الاوروبية ما عمرهم ما سجلوها خصوصا مثلا اسبانيا شهر خمسة اللي داز كان هو احر شهر في التاريخ ديال اسبانيا من النهار داو كيسجلوا يعني الحرارة ودك شي ما عمرهم ما دوزوا شهر خمسة اسخن من هذا اللي داز وحتى هات الشهر راهته هوايا غادي في نفس اخوان الطريق غا يكون اسخن شهر الساعة على مدى التاريخ ديال اسبانيا وكندون انه حتى ايطاليا مني اليومين والثلث يام غا يقولون نفس الحاجة لانه الحرارة اللي كانت هاد شهر الساعة راه ليس لها متين خصوصا انه ربما كانت كتوقع يوم يومين كتكون فيهم الحرارة وكيدوز ذاك الحر ولكن هاد المرى يا اخوانا راه جو السيمانات وثلاثة مع طاناشر راحة نهائيا هاد الموجة ديال الحر اللي جاي من افريقيا وكيف ما تشارحوا علماء هاد الموجة اللي كتجي من افريقيا راه في المعتاد كتجي ولكن في شهر سبعة في شهر ثمانية وكتكون الحرارة مجهدة ولكن هاد العام جات قبل الوقت اشنا هو السبب؟ السبب هو يا اخوان الاحتباس الحراري السبب هو يا تغيير ديال المناخ وش كل يورا تغيير المناخ هو التلوت اللي كدير الانسان يعني كان حرقوا بزاف ديال المحروقات وكل يوتوبوا حد طريقة كبيرة بزاف تقرب ديال الوزون يا اخوان غاديوكي كبار ولذلك المناخ راه كيتغير وكيف ما قالت المنظمة عالمي ديال المناخ هادي عير واحد نقوله احناي وحد صبيقة لذلك الشي اللي غا نعيشه من هنا القدام هاتشي هو اللي غا نعيشه غا يولي المناخ يتغير بوحد طريقة سريعة وبطريقة خيبة بزاف الحرارة بزاف ولا الفيضانات كيف ما كنشوفوا يا اخوان في هات السنوات الماضية اللي تعين كذلك هو انه في بعض المناطق مثلا في فرنسا وكذلك في اسبانيا في المعتاد الحرارة اللي كتكون عنده في شهر 6 هاد العام تزادت بعشرة درجات حرارية يعني عشرة مقارنة بالشهورة دي السنوات اللي دازو واللي هو يغاير عادي ممكن انه تكون عندك جوج 3 ا 4 زايدين ولكن عشرة اراها بالزاب نمشي ونشوفوا اكثر الدول والسياسة اللي دارو فرنسا مثلا منعاتي اخوان الصهارات لانه في بعض المناطق ومشي في البلاد كاملة ولكن في بعض المناطق وصلت لدرجات الحرارة الى 43 درجة مثلا في بوردو كذلك في باريز اراه وصلت درجات الحرارة الى 39 في حين انه اسبانيا كيفما قلنا شهر 5 اللي دازو كان هو يحر شهر عدو من ناحية دي السهد وكذلك شهر السهد غادين في السطريق وفيما يخص كتالونيا اراه نشوفها واحد الحاريق بسبب هات السهد اللي كين بزاف وهذا الحاريق راه هي اخوان حرق عشرين الاف قطار دين الغابة واحد المساحة كبيرة بزاف حين انه في جنوب اسبانيا كي تسنى وما زال انه الحرارة تصل الى 45 درجة وحتى هما يراها كيعاني من الجفاف اللي كتعاني منه ايطاليا في حين انه بريطانيا ما تضراتش بزاف بهذا الموجه دي الحرر اللي كينا لانه ما وصلتش بو حد طريق كبير بزاف ولكن في القارليس اللي وقع هو انه هذي الها منطقة اللي كينا في بريطانيا يعني نقدر نقوله دولة اللي داخلها في بريطانيا العظمى هاد البلاد يا اخوان سجل 33 درجة لمدة نهار واحد روح الدرجة الحرارة غير معتادة وغير طبيعية وماشي عادية في ايطاليا من غير الجفاف اللي شفنا يا اخوان واطول واد في ايطاليا اللي هو يالبو اللي كيقطع ايطاليا من غربها الى شرقيها هاد الواد اللي هو يطويل بزاف اراه في بعض المناطق منه اراه تقدر تقطعه على رجلك ماشيا بيدون سباحة بيدون تشي حاجة لانه الاغلبية ديالو يا اخوان المصار ديالو والتي تعرم له وكان شي مناطق اللي بقى كيبشي فيه شوية الماء وكنتكلموا على سنتيمترات قليلة ماشي الواد كامل واناكين في بعض المناطق ديالو رطابيت حل كنتكلموا على انه كذلك الحاجة اللي زوينو كيديرها دائما ايميليانو اللي هو هي الحاكم ديال البوليا البوليا حيت فيها الحرارة بزاف منع انه الناس خدم في الساعات اللي كتكون فيها الشمس حارقة وخصوصا الناس اللي خدموا في الفلاحة حيت سنويا وخصوصا السنوات الاخيرة دائما ما كانوا كيموتوا مهاجرين اللي كيخدموا في الفلاحة ولذلك حتى هد العام ارى تمنعات الخدمة في الحقول الفلاحية من 12 ونص ديالة النهار اللي كتكون الشمس يعني واقفة في النهار مزيان وحارة الى غاية الربعة ديال البوميريجو وهدك الساعة من بعد اللي ممكن انهم يستأنفوا ولكن الاغلبي ديالة الناس اللي كتخدم في الفلاحة ارى كتفق بكري و12 ونص ربما يقدروا يكونوا سالوا وانتمنوا انه هد القانون يطبقوه يعني جميع الشركات لانهم ملاك يحافظوا على الصحة ديال العمال ديالهم والله يحفظ جميع الناس والله يعاون جميع الناس ويسهل عليها الخدمة ديالها في حين انه امريكا راه دائما اخوان الجهة ديالكاليفورنيا او الولاية ديالكاليفورنيا كتعاني من الجفاف للسنة التالية على التوالي في حين انه بعض المناطق وبعض الولايات منعه انه المياه تستخدم مثلا في السنة التالية من غير انه هنا في ايطاليا الوقاية المدنية راها كتنقل الماء عن طريق السيتيرنات يا اخوان العشرات والعشرات ديال البلدية لانه اللي عندهم الجفاف وما بقاش عندهم المياه تما يشربوا يصفطوها الملازيل وكتدخل الوقاية المدنية هي اللي كتتجيب لهم الماء من مناطق اخرى بالسيتيرنات وكتفرغ لهم يا اخوان لذلك رالله يدر الشوديد الخيري اخوان هاد الموناخ اللي كيتغير راه التمان غذي خلصوه ولادنا وماشي حنايا احنا على الاقل كتجينا الحرارة وكلشي وهاد شراك في مجلنا عر تصبيقه لهذا الشي غنشوفو منا القدام اللي غيكون صعب ايلا بطبيعة الحال ما دارت السياسات باش هاد الموناخ يوليش وينقي وما ننقوش اللي وتو فيه والقارار اللي اخذ الاتحاد الاوربي انه السيارات والعر كهربائي وما تفقش لسانس المازوط ابتداء من 2035 انا غذي في هاد طريق يعني دابا ربما غادي تفهموا القارار احسن غادي تشوف الصاد اللي كيل الخارج وتقول بصح وربما هاد القانون اللي كيدروا فيه ربما غينفعنا او لا على الاقل غينفع ولادنا هاد فقرعي اخوان غن تكلمو للجديد اللي كين في الحرب الروسي على اوكراينا وكيف ما كتشوفوه البارح تم قص فيه اخوان واحد شاندرو كوميرتشالي اللي شعلت فيه العافة كيف ما كتشوفوه وكان من البارح اليومي اخوان عدة سياسيين اوفيين وغربيين اللي خرجوا وادانوا هاد القصف يقولوا انو عملي stew ارهابية وكينذا قالوا كان عدد كبير والاقل كان هناكick كانش على حق ولكن الناس اللي كانت الداخل واللي توفاتي إخوان كيبقى عدد كبير على الأقل كان عشرين الشخص اللي توفاوا تحين أنه المصابين لهم بالعشرات والناس اللي ما زالت يقلبوا عليهم تقريبا ربعين لذلك وعلى حسب ما تيت قالي إخوان هو أنه من بعد الإدانة اللي دار العالم كامل ضد روسيا خرجت روسيا وقالت بالله أنه هذاك التشاندرو كوميرتشالي إحنا قصفناه وكان مسدود أمام المواطنين يعني ما كانش فاتح الوقت اللي ضربناه والعافية اللي شعلت فيه وهذاك الانفجار الكبير اللي كان فيه السبب ديالو هي الأسلحة اللي كيسافتها الغرب للأوكرانيين واللي الأوكرانيين فن غايخزنوها غايخزنوها فو حد شاندرو كوميرتشالي هذا الكلام هي لروسيا ربما كذوب ربما صحيح الله أعلم ولكن إجماليا يعني في الحروب راح كنشوفوا أنه كيتم الاستغلال يعني الأماكن اللي هيك يكون فيها المواطنين اللي كيتستعملوا كأدروع بشارية نحن ما كانت تكلموش على أوكراينا نهائيا ذا بحالين ولكن إجماليا في الحروب تيداروها الطرق يعني ربما يتخزنوهم في سبيطارات ربما يخزنوهم في مداريس ربما يخزنوهم كذلك في سوبر مارشي والوقات اللي كيتم القصف ديك المناطق كتخلش الدولة اللي تم القصف ديالها وكتقولك شوف راح ضربوا لنا السبيطارات ديالنا راح ضربوا لنا المداريس ديالنا ما عندنو مش إنسانية وعدة مسائل ولذلك هذي يا إخوان من طاكتيكات اللي كدار في الحروب حاليا واش الأسليحة كان في ذاك المتجر لما كانتش فيه في ذاك الشنترو كوميرتشالي الله أعلم من حقيقة مستحيل وحد يعرفها في حين أنه اليوم يا إخوان كان واحد تبادل ذيال النجير ما بين إيطاليا وكذلك روسيا إيطاليا غادي ستبدأ عن طريق دراقي ودراقي من يسهولوه على الجيف فانتي الجيف فانتي هي واحد المجموعة ديال البلدان اللي هي عشرين الأقوى اقتصاديا اللي هم هي عشرين ودخل فيهم روسيا وغايددار في أندونيسيا هات السنة ومن يسهولو دراقي واش غايكون بوتين حاضر وللا قال لي هم راني سولت الرئيس ديال أندونيسيا قال لي يا بلا أنه ما غادش يكون حضور يره ما غادش يكون غنشوفوه ببعد كيفاش غادين قدروا نديرو وربما غايكون مشارك معنا عن طريق الانترنت ولكن اللي كيني إخوان هو أنه الكريملين المقر ديال الحكومة الروسية ما غاش عشبوهوش هاد الهدرا وغاي خرجوه غايقولوا بلا أنه ما شيد راقي هو اللي كيقرر واش بوتين غايبشي لجيفانتي وللا ولكن الرئيس بوتين راح سال على الدعوة باش يبشي هاد المؤتمر ديال الدول لعشرين الأقوى اقتصاديا وما شيد راقي هو اللي غايب يقول واش بشي ولو ما يمشيش في حيل أنه هاد الأيام اليوم بالتحديد كان الجساتي الجساتي هم الدول السبعة الأكثر تقدما اقتصاديا يعني الكبرى من ناحية الاقتصاد دخل فيها إيطاليا وألمانيا والانتحاد الأوروبي وأمريكا المهم بزاف ديال الدول اللي هم السبعة والأجمالية لكين هو أنه قرروا أنهم كيدعموا أوكراينا الدعم الكامل ومن أنهم غادي يحبسوا يعني لو قيتها لي أوكراينا غا تغير السلام يعني السلام اللي غا تختار أوكراينا ماشي السلام اللي غا تختاروا روسيا يعني واش بغان يحروا حتى الكريمية شي بجزيرة القرم واش غا ينويو كذلك يحروا المناطق اللي محتلها النا الروسيين حاليا لذلك على حسب الأوكرانيين شنو بغن إلا بغوا يدرو هات الشي الحرب غا تطول سنوات وسنوات إلا بغوا ينزلوا طاولة الحوار ويقولوا الروسيين أوكاي يخذي هات المناطق ديال البلد ديالنا ولكن حبسوا الحرب ونسالوا كل شي هنا غا تسالي الحرب ولكن حتى شي بلاد في العالم غا ترضى أنها تعطي الأراضي ديالها لدولة تانية ولذلك عادي جدا أنه الأوكرانيين مايرضاش ويكملوا في هذه الحرب والروسيين من جهة أخرى الوازير ديالهم ديال الخارجية يقول بلا أنه الإمدادات ديال الأسلحة اللي كتعطي الدول الغربية إلى أوكراينا عير كتزيت طول الحرب في حين أنه مصادر من الحكومة الروسية كتقول بلا أنه إحنا مساعدين أننا نسالي الحرب اليوم اليوم قبل غدا إلى كييف العاصمة كييف عطت أوامر للجيش دياله باش يحط الأسلحة ويستسلم لكن هات الشي ما غاليش يوقع نهائيا حاجة أخيرة هو أنه في هات الجسات اللي كاليوم تافقوا مبدئيا على أنه يدرسوا واحد الاتفاق يعني التافقوا على ما يش يدروا اتفاق علاش ما غالي يدروا هاتفاق وعلاش ما غالي تافقوا على أنه يدروا واحد السقف للتمن ديال بيترول ماشي ديال الغاز الروسي البيترول الروسي عالميين غايولي عنده واحد السقف هاتشي اللي بغالي يديرو همايا ولكن واش غاليش حول ما غاليش حوش الله أعلم لأنه الهدف دياله ما يخليه وش روسيا تربح الفلوس كثيرة بزاف باش هكما تستمرش في الحرب ديالها ولكن روسيا عند الحلفاء دياله اللي هما يلهين اللي هما يلبرازيل جنوب إفريقيا والصين اللي كتسافت لهم ديجا حاليا البيترول بتمن لهواية تفضيلة تمن هو أعلم غايشوفوا هات السياسات لأنه حتى خبارة ديار مهم مايات يقول لك هات السياسات تقدر تنجح ونسبة كبيرة أنها ما تنجحش